ناقش رئيس المحكمة العليا للجمهورية القاضي حمود الهتار خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن مع وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برئاسة قائدة فريق وحدة الحكم الرشيد والسيادة القانون سورايو بوزروكوفا تنفيذ مشروع الدعم المؤسسي للأجهزة القضائية والأمنية في بلادنا وبناء قدرات الكادر القضائي والأمني وتقديم المعدات وإعادة تأهيل مباني السلطة القضائية التي تضررت شراء الحرب وتطرق القاضي الهتار الاحتياجات الكادر القضائي والأمني وأهمية تعزيز دور القضاء بين أوساط المجتمع للقيام بمهامه في حل الكثير من القضايا المنظورة أمام القضاء بمختلف مراحل التقاضي مشيرا إلى أن بناء قدرات القضاء وحمايتهم ضمن أولويات السلطة القضائية منوها بعراقة القضاء في عدن منذ القدم على مستوى الوطن العربي حضر اللقاء عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم عبدالله الحضرمي ونواب رئيس المحكمة العليا وعدد من قضاة المحكمة العليا اشتركوا في القناة